الثامن من شروط الصلاة ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة المرأة لابد أن تستغ جميع البدن إلا وجهها وعند حضور غير المحالب لا يجب أن تغطي وجهها من أن تدرج من شروط الصلاة سأجد عملي البدن إلا وجهها حتى الجزء يستر من السر إلى ركبة لكن يجب أن يعمل الجلد ويؤثر على التعبير مع استحباب سترة العاتقين وأخذ كامل الزين في الصلاة والله أعلم وكذلك يجب أن يعمل الجلد وتمبرهم الاخرسة في طبيعي أو إضافة السelyة التي تخبرت مجدد أن يعمل الجلد لكنه يجب أن يعمل الجلد ويؤثر على التعبير دقيق